رفضت وزارة الدفاع الأمريكية تأكيد التقارير على أن المنطاض الذي تم إسقاطه تمكن من نقل بعض البيانات التي تم جمعها في سماء الولايات المتحدة إلى بيكين وأكدت نائبة المتحدث باسم البنتاجون أن الولايات المتحدة واثقة من فعالية الإجراءات المتخذة لحماية بياناتها الاستخباراتية من المنطاض الصينية الذي اخترق أجواء البلاد اشتركوا في القناة